ترجمة نانسي قنقر ويبعث الراحة للمواطنين حلول سريعة وكبت الظروف الاقتصادية الراهنة التي لم تتأثر بها البحرين وحدها وإنما دول العالم كفة أثرت على الصناديق التقاعدية الحالية وأدت إلى عجز القطاعين العام والخاص من هذا المنطلق عملت الحكومة الموقرة على وضع خطط لتجاوز هذه المرحلة والوصول إلى حل يحقق العدل للمواطنين ويمدهم بالسيولة المالية من صناديق التقاعد ما يحقق التعادل والتوازن والعيش الكريم لأصحاب المعاشات المحدودة نظام التقاعد الجديد سيمد عمر الصناديق التقاعدية إلى ست سنوات فقط وسيتم دراسة ست توصيات باقية من أصل عشرة تمد من عمر الصناديق التقاعدية حتى عام الفين وستة وثمانين ومن الإصلاحات التي عرضت دمج صندوق التقاعد العام والخاص وقف الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي وإلى أن يتوافر الفائض يوقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب ويمنع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية إصلاحات للحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين وسعي مستمر لديمومة الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال إيجاد الحلول المناسبة والتي تحقق الأهداف المرجوة دون التسبب بأي آثار مستقبلية واستمرار القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية ترجمة نانسي قنقر